اشتركوا في القناة النهاردة حدثت إبراء رجل مقعد بقاله 38 سنة عند بركة والرب ترقف عليه وشفاه وأقامه والموضوع ده سبب ضجة كبيرة في المنطقة ولفت نظر ناس كتيرين وعلى رأسهم رؤساء اليهود وبدل ما يمجده الله ويشكروه لأجل المعجزة الرائعة اللي حصلت لهذا الإنسان المسكين للأسف بنشوف أنه ابتدوا يحيكوا عليه بمؤامرات ويكيدوا بمشورة للتخلص منه بنتابع أحبائي تأملاتنا في إنجيل يحنى أصحى خمسة قصة المفلوج اللي شفاه المسيح بعد 38 سنة من مرضه وإعاقته وشفنا الحلقة الماضية إزاي إن الرب قادر يستخدم أي إعاقة في حياتك وفي حياتي علشان يحولها لمجده ولبركة النفوس اللي حوالينا لكن بنشوف في قراءة النهاردة في الجزئية اللي يحنى خمسة من عشرة لعشرين بنشوف في قراءة النهاردة إزاي إن الفرسيين كانوا مهتمين بقواعدهم الصارمة وقوانينهم أكتر من شفاء الرجل المسكين ده اللي بقاله 38 سنة مرمي في الأرض وهنا نقف وقفه ونقول يا حزاري حذر نفسه كل واحد بيسمعنا حزاري لنا كل واحد فينا إنه يرتبط أكتر ويتمسك أكتر بقواعده ونظمه ولواقحه أكتر من صنع الخير للإنسان اللي حوالينا للناس اللي حوالينا لدرجة إن احنا ننسى الناس اللي حوالينا ننسى نشملهم حتى في خطة الله طبعا لازم نحافظ دايما على النظام ده مش دعوة لنحنا نترك النظام والترتيب لكن في حدود المعقول لكن لا ننسى الناس وأعمال الرحمة وأحشاء المسيح دايما دي تكون أولوية بالنسبة لنا حتى فوق القانون وبنشوف كمان حاجة مهمة في التحذير اللي قاله الرب للراجل المشلول والشفاء قابله بعد شوية في الهيكل وهيقول له الكلمات دي لكن كان عين الرب على إنه الراجل ده يترك خطاياه ويطلب مغفرة فآية 14 هنا بيوضح لنا أنه الشفاء الروحي بنوايا الغفران للخطايا هو أعظم عطية يمكن الإنسان أنه ينالها في حاجة تانية مهمة لازم ننوع عنها في الآيات 16 و17 هنا هو أنه الفرسيين تركوا المعجزة المجيدة اللي أجراها المسيح للمفلوق واهتموا بس بالتقاليد اللي انكسرت فيه سبت انكسر هنا لازم أحبائي نتذكر أن للرب دايما الكلمة الأخيرة في أي موقف نمر فيه دايما لازم نخلي بالنا بحرص أننا ما نقفلش الباب أمام معجزات وأعماله الخارقة لما بنشغل ونركز أكتر من اللازم يعني على طريقة فهمنا إحنا ليه وتوقعاتنا المحدودة ليه لازم نحطه أوقات كده يعني نحط الرب في بوكس ومش لازم الرب يطلع برا البوكس ده في العبارة اللي قالها الرب أبي ما زال يعمل حتى الآن أهمية كبيرة جدا كان المسيح له المجد بيشدد على أن الله الآب دائم العمل لحفظ وإدارة الكون باستمرار ولو توقف لحظة الله عن الكون لأن حضرت كل الخليقة إلى حالة فوضى وكمان بعلمنا الرب أنه أننا نعمل الخير ما دام لنا فرصة ما دام نهار حسب طاقتنا في الختام عايز أقول أن العبارة دي اللي قالها الرب أبي لا زال يعمل كانت النقطة الفاصلة الحاسمة اللي خلت الفرسيين مش من وقتها بقى بدأوا يعني مش بس يفكروا لكن يخططوا بالفعل لقتل المسيح فهمه تماما معنى ومغزى الكلمة اللي قالها الرب ودي كانت بكل صراحة يعني أخدوها على أنه المسيح هنا بيعادل نفسه بالقاب وعرفوا أنه من يعادل للقاب فهو الله نفسه والأبوة اللي تكلم عنها الرب طبعا هنا مش بس بالتبني لكن زي كل البشر يعني لكن دي الأبوة اللي في الطبيعة في الجوهر منذ الأزل في وحدانية جامعة مانعة بين الآب والابن بالروح القدس في ذات اللهود الواحد المثلة الأقانين وهنا كان الفرسيين قدام اختيارين واضحين هما إما يؤمنوا بقولوا وبسبب أعماله طبعا وقدراته غير المحدود على الشفى وإجراء المعجزات وإما أن يتهموا بالتجديف للأسف بنشوف أنهم اختاروا الأمر الثاني يا ترى يا صديقي المشاهد أمام هذه المعجزة وكل المعجزات الخارقة اللي أم بها الرب يسوع المسيح والقدرات الإلهية الغير محدودة ما هو موقفك؟ هل تشك؟ هل تتساءل؟ وتقول يا ترى ويا ترى ويا ترى ولا تفتح قلبك وضميرك وفكرك وتصدق وتقبل أن المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد أخذ الطبيعة البشرية مع احتفاظه بلا هوتو عشان يفتد الإنسان من الخطيئة والموت الأبدي يريتك تفتح قلبك بالإيمان الصادق بالمسيح فتنال عطية غفران الخطايا والحياة الأبدية المجيدة في المسيح يسوع الذي له كل المجد إلى الأبد أمين